أكرمنا الله عز وجل بها جوار هذا البيت العمل في وسط هذا البيت الحرام والمسجد الحرام هذه النعمة وهذه المسؤولية التي نحتاج حقيقة على الدوام أن نذكر أنفسنا بهذه البعدين البعد الأول بعد استشعار النعمة ونعم والله إنها لنعمة أن يكرم الإنسان بأن يكون ميدان عمله هو جيرة هذا البيت العتيق حيث تحرك الأنبياء وحيث عمل الأنبياء وحيث طهر الأنبياء أن يكون الإنسان هذا ميدان عمله لا شك أن هذا شرف وشرف عظيم وأيضا هو مسؤولية 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 لأن الذين عملوا هم صفوة الخلق وهم من اختارهم الله وهم الذين كانت عناية الله عز وجل تحوطهم فأنجزوا ذاك الإنجاز على أحسن وجه وأتقن طريق فالإنسان عندما يعمل في هذا المسجد فإنه ينظر إلى تلك القدوات وأنه مطالب أن يرتقي وأن يسعى في عمله نحو تلك النماذج وتلك القدوات فمن هنا تظهر المسؤولية العظيمة لهذا الإنسان الذي يعمل في بيت الله الحرام وفي المسجد الحرام وعند الكعبة الشريفة وفي صحن المطاف وفي أروقة المسجد الحرام وفي ساحات المسجد الحرام فإن ذلك الأمر يجعله يعيش بين هذين البعدين فبعد النعمة يحتاج إلى المحافظة وخصوصا حقيقة العمل في هذا البيت فإن الإنسان من سنة الله سبحانه وتعالى في من يعني جاور هذا البيت إذا لم يكن على عمل يوافق ما يريده الله عز وجل فإن الإنسان يخشى أن تتحول النعمة إلى نقمة فعلى هذا الأساس فالنعمة تحتاج إلى شكر والشكر يكون بمعرفة هذه النعمة والعمل بما بالمحافظة عليها ثم المسؤولية تحتاج من الإنسان أن يرفع مستوى الإدراك والمعرفة بوضع وأعمال تلك النماذج العالية حتى يقتدي بها وتأسى بها ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر